لم يكن يعرف الشاب علاء العصفور أنه سيقضي نحبه هنا في حي الشيخ عثمان بعدن نتيجة سعق كهربائي تسببت به سيول والأمطار الغزيرة التي نزلت على العاصمة المؤقتة وغيرها من المحافظات الساحلية الشاب جمال حسين هو الآخر لقي حتفه في مدينة ملاه عدن جراء سقوط الأشجار وهطول منخفض جوي تسبب بالعديد من الأضرار البشرية والمادية غريقت مناطق بأكملها كمنطقة المسرابة في صير بكريتر وحي مستشفى الجمهورية بخور مكسر وتضررت مناطق عديدة في المعلى والتواهي والشيخ عثمان ألاف الأسر تضررت منازلها جراء ذلك واضطروا للنزح إلى مناطق أخرى آلاف منهم يقطنون الآن في ملعب 22 مايو دون أي خدمات إيواء من الجهات الرسمية والمنظمات المعنية بحسب مصادر ميدانية لم تكن ليلة قاسية على عدن فحسب ففي أبيان تضررت منازل المواطنين ومصالحهم جراء السيول الضخمة ما أدى إلى وفاة طفلة كيان جمال وإصابة طفلة أخرى في منطقة حناد بمديرية أحور بحسب موقع عدن الغد المكلة ظن لها نصيب من رياح هذه العاصفة وغرقت العدد من الشوارع بسيول الأمطار فيما تجري جهود السلطة المحلية لتصريف المياه وتخفيف معاناة المواطنين اللافت في هذه الأزمة الإنسانية أن جهود الحكومة تكاد تكون غائبة تماما عن معاناة الناس رئيس الوزراء اكتفى بزيارة ميدانية ووجه بموازنة طارئة لمعالجة الأضرار لكن المواطنين الذين تغرقوا منازلهم على بعد أمتار من قصر معاشيق ما زالوا ينتظرون الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها أي حكومة تمر بكارثة إنسانية مشابهة وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغافة عبد الرقيف فتح من جهته دع المنظمات الإنسانية إلى تدخل العاجل لإرسال فرق الطوارئ وإنقاذ المتضررين من هذه السيول غير أن آلاف المتضررين لم يروا جهود المنظمات الإغاثية ولا الأجهزة الحكومية بعد ما أصلحوا لنا أي حاجة لكن حل جديد ما فيش على البيوت مشرقه يعني حالة